السلام عليكم أخوتي أتمنى أن تكونوا مزيان الموضوع جديد إن شاء الله وخاص للحرقة أخوتي هذا في بقى أن تكون شيء نافع أو سأتضرب بكم أخوتي سأتضرب لكم سأتضرب لكم إرشادات سأتضرب لكم بعد ذلك المهم أخوتي الموضوع الذي فيه أخوتي اليوم هو كما نعرف جميع الحرقة أخوتي أي طريقة لتسبيت الوضعية كما نعرف أخوتي هناك طرق ممكن لتسبيت الوضعية لجاربة العمل هي إما عن طريق العمل وإما عن طريق الزواج طريق العمل أخوتي سأتضرب على كارتة مدرحة كما نقول كارتة مدرحة تعمل بها يحقق الشرط المطلوبة كما نعرف من المهم من المهم يجب ان يكون ثلاثة في فرنسا و نضربها في غزة تقريبا خدم عامين و هذه عامين تمشهور كثيرة وتمنى تكون متفرقة أو أن يكون ثلاثة لفرنسية أو أن يكون ثلاثة في 5 سنين وأن يكون ثلاثة في غزة ثلاثة في غزة هذا الشروط كان من الدراري القدمين هنا في فرنسا يعني تسوى وفي موضعية بالزاب دير للناس وفي موضعية احنا ما كنقولوش بإنما كانت تسوية الوضعية عن تلك الطريقة هذه كانت يعني تسوية الوضعية بالنسبة للخمسين أخوتي حتى هي نفس الاخر كانت يمكنك التسوى من موضوعيا لفرنسا ومع اثناء حتى الطريقة الموضعية في فرنسا ومعardan تسوى من خمسين ومن خمسين نعم من ثلاثين ومن خمسين تستطيع ان تكون حتى يزايا من ثلاثين الوضع ومن ثلاثين ومعشاين وøحة المعان ويجاول في عام 30م شهر خاصة على التسجيل يوجد قصة المشكلة تغييرو في القانون سيظهروا قلبيا على هذا القضي عن طريق العمل أريد ان سألت العمل في تالي تجد منتجاك وتعمل وذلك لن أسرح لكم أخوتي لماذا كانت الغفلة في هذه الأمور؟ وماذا هو القانون الذي تبدل؟ ومين أو المشكل؟ كانت أخوتي هذه الكارتة المدرحة بأنه يشتها يمشي ويتضبر على شيء أغلبية كانوا الناس يخدمونه مع البوردان تيريم وماذا يحدثون من العائلة مثلا بحال دبعنا ودخالتي ودعمتي عنده شركة يقولك ضبر الكارتة المدرحة يدك لارك بها يدك لارك بها في لا ديريكت تشد هذه المهم كي يدك لارك تتخدم عادي مدك لارك في الوقصاف ومدك لارك في كل شيء تكمل هذه المدرحة في جدوبي وثلاث سنة الأخدامية تمشي كتدير ريجولاريزازيون بالتخضي تطلب تيتر سالاري هنا يجب أن ترسل الموضوع الآخر يجب أن يرون أن لا يوجد مشاكل مثلا من الموضوع الفرنسي وفي فرنسا كانت تطلب الكارتة سيجور هناك تغيير أخيتي تغيير أخيتي تغييره على الكارتة المدرحة كيف نستطيع تغييره هناك تطلب الكارتة المدرحة تطلب الكارتة المدرحة تطلب الكارتة المدرحة تدخي عن الكارتة المدرحة تطلب الكارتة المدرحة يبقى كانت تحضر في جدوبي تغييره كثيرا تطلب الكارتة المدرحة كما تغييره 200 П-300 ولكن الباسبورة لا يريد أن يدرحه يعني أقل 8000-1500 تورو و قليلا يمكن أن يدرحه لا يمكن أن يدرح الباسبورة من بعد هذا الشيء قادر يحتوي هذا الشيء مننا أعطي لهم زادوا واحدة التي يقولون أن يجبنا حوث سنسيرة حوث سنسيرة أو أنه يطلق الباب الزب الأخرى يجب أن يجب أن يحصل أو أخرى العديد الخلج يجب أن يجب عليهم الكارتة تسجور و سنسروا أو أخرى لا يمكن أن يجب عليهم الكارتة تسجور و أخرى يخبرون الق أسفل و فإنهم يجب عليهم كفر أو أن يجب عليهم يتحقق الهوية عن طريق البريفكتور وكل هذا هو قانون يخرج لكي يتحقق الهويات لكي يتحقق الهوية لكي يتحقق الهوية هذا يعني في اطار انهم يزيرون على الحركة انا ليس كنت اعمام لكم ولكن اخوتي انا بتيقم الهدرة لي 100% نكمل كما نعودين اخر كانت اطار مصدر الخدمة ايضا كانت اطار مصدر خدمة كيفية تقوم بعملها وذلك تحققها بها محلية اذا اطار مصدر الخدمة ايضا تتعاب الهوية ايضا تتعب الهوية لكي يتدرس في الوزارة بسيطة مصدر خدمة ايضا هذا هو صعب و هذا ما يزيد ان يزيد حرقة من ما نقول لكم أخيتي هذا ما ما نقول لكم هنا ما زال ما يمكننا ان اشجع أخيتي على تظهر الأورق هذا ما يقوم على القانون بشكل عقب علي القانون لكي نحضروا رأسكم حيث هذا ما يقوم على القانون بزعر مدرسة أقول لكم أخوتي مواقع هذا اليوم لأن أرى أخوتي حتى ندرس الموضوع سأأخذ لكم لدينا موضوع ونرى مواقع ونرى مواقع الخدمة ونرى مواقع عن طريق أقدامي ونرى مواقع ونرى مواقع هناك نوقع أخوتي مواقع أخوتي ونرى مواقع ونرى مواقع لدينا مواقع لا يوجد أفضل للمواقع يمكننا أن نصل على الناس لأنهم لا يحتاجون لأنهم يسمونهم لأنهم يتموني أو يجبونيهم أو يمكنهم يمكننا أن نصل على الورقة ويجبون أن نصل ورقة ورقة يجبون أن نصل على الكارت اذا كنت تساهل هذه القضية لتساهل ويجعل اخوتي ويجعل الحرقة بها طريقة ويجعل اكسبرسيوم اذا كنت تدهد صديوك تأتيك الرفض ويجعل لك مدة يعني كانوا يرضون بين شهر حتى 3 شهر هذا المدة يعني اذا كنت تفت ثلاثة شهر يعني لا يجعل اوتوماتيك اذا كنت تصل 6 شهر او تستطيع اوتوماتيك دبا يعني انا اللي بتوصلكم هو انا اللي اضطيت البال لدقاع الناس اللي كي بيديلوا تسوية الوضعية عن طريق العمل ومدقالة تسوية الوضعية عن طريق العمل ليس كنت تقول لكم صون بور صون كاينين حالات مثلا كانوا عنده الوراق وتحيدوا له وفهمتي وضبر خدمة ويجعل الوراق هذيك بوحدة يعني اوخاكي يكون ما عنده شمية الوراق وعنده البروسيدور مثل المحكاة يتطلعوا على انه كان عنده دوسي كانت عنده كارتسيجور هذا بوحده كاللي كي يكون مثلا طالب وضبر خدمة وهذيك كم لي عنده شوية تسهيلة الا هذيك يكون حارق حارق الصون بورصو كمشي كيدر تزور الوضع يتطلعوا على انه يخدم هذي راولات على واحد الزيار دب خاطير وكما قلت لكم دب الملفات كيت تدرسوه لا تدرسوه في محليين وكيت تدرسوه عن طريق الوزارة ثاني حاجة لا تدرسوه لا تدرسوه كل شيء بالإدارات وانترسوه 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 الوزارة من الرأس دب اضرح ولكن أنا أريد أن أصل لكم إلى مواقع لكي لا تريدون أن أختي تطحوا في هذه الوضعية لأنكم تجدوا كارتة مدرحة أو تخدموا بها ومن ثم تجدوا أن تجدوا في هذه الوضعية لا تزال لديك شخص في عائلة لكن لا تستطيع أن يسهلها مثلاً يجعلها لا تدخلتك والدعمك تتخدم معها و أعرف أنه لديك شيء مدرح و يتغلق و يجعلها سيأخذ لكن لا تستطيع أن تذهبوا إلى المساعدة و لا تستطيع أن تذهبوا إلى الوضعية و لا تستطيع أن أذهبوا إلى الشركة الكبار و يتقرأوا كارتة مظهورة و يتقرأوا في تيقاف النفس الزائدة يريد أن يعمل في شركة كبار يريد أن يجعلون بمساعدة ويقرأ و يجعلون بهم و لا أعرف أن يصنعوا به وهذا خطأ يعني سيروا تحت الحياة تسهل الله ان شاء الله بشي طريقة اخرى بعدوا على المشاكل هادو اخوتي انا متيقل منهم الرفض طال عدبه في هادو بالنسبة هادو كيدفع عن طريق العمل كي يجون لهم الكيدس غير الرفض وصافي كي يجون لهم الكيدس كي يقولون بخوة والبلاد عرفوا انهم بالطريقة مش انهم مدافعين زا اذا قلت لكم لترابي بقاش كدوز على لا ديركت وكدوز في لا مينيستر اذا قلت لكم عارفين كديرا يعني التدقيق في الهوية وهذاك شي زائد عنهم لو كتلقوا الكازي جود يصير الكازي جود يصير كتلقوا الاحتمال عن طريق العمل دابا اكم عارفين العمليات اللي وقعت هنا في اوروبا بكدام لو كشكو في الناس لو كتصعب الامر اخوتي كانت منها هذا الفيديو هذا ان شاء الله ما يكون شي يعني تشاؤم ولكن تفاقوا ان شاء الله وحاداري حاداري باش ما اضطحوش فالفخ صبروا عام عدي لكم عامين ضبروا شي وحدات زوجوا احسن طريقة للتسوية الوضعية بعيد عن المشاكل بعيد عن العقوبات بعيد على الغرامات بعيد على يعني الحب الحباسات هو الزواج اخوتي وهذا الشي دي الخدمة انا ما لا انصح بي عن طريقة هذه وانا كنت يعني من الناس اللي كانوا هنا في اوروبا وتعرضت علينا الطريقة وانا نقدر الوراق متلحي من الخدم بيوم الى ان انا نرفض رفض القاطع عنه حقاشا اي حاجة تجيب لي المشاكل كان بعيد منها اخوتي ومنها تدرح الوراق كانت من هذا الفيديو هذا ان شاء الله يكون في الاعجاب دي لكم اخوتي وراجع اعتباطي وسبونطان اخوتي المهم غير باش نوصل لكم الفكرة اللي اولاد الدباء للنصحات وهاشنو اولاد الدباء الجاري بالعمل وهاشنو واقع اخوتي حاليا وما زر عدي دي لكم فيديو وعدي نقول لكم اهم تغيرات اللي واقعين دباء لحقاشا تغيرت هادو عندهم تأثير مباشر على المهاجر اخوتي واي حاجة عندها علاقة بالمهاجر انا معاكم ان شاء الله فيها تحيات موسيقى